احنا معنا على التليفون أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية مساء الخير يا أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بسهلا بحضرتك الحمد لله يا فندم أستاذ أحمد يمكن احنا كنا بنتكلم مع حضرتك من أيام عن الهدف من مقاطعة المنتجات التركية وأن السلاح ده قوي للغاية وهيأثر في الداخل التركي شفت ازاي بقى في رد الفاعل والتحول بقى من قبل الجانب التركي لمقاطعة المنتجات الفرنسية طيب في البداية أستاذ ألوبنا يمكن احنا كنا عايزين نلفت النظر إلى دور الإعلام الغربي الإعلام الغربي كان ابتدى يلعب دور في التوقيته خصوصا البي بي سي طبعا أيها ايها اه في دعم الدولة التركية وكان ابتدوا يتصيادوا للمغردين العرب ويتصيادوا للشعوب العربية اللي بدت تواجه الدعوة لهذه المقاطعة طبعا التشابق في شبكة الإعلام شبكة الإعلام لازم نركز على ده أن هناك شبكة تطلقى مصالحها على أهداف معينة في المنطقة العربية بتشكل مجموعة من القنوات والمنصف الإعلامية في الخارج معادية للدولة المصرية في المقام الأول ومعادية للشعوب العربية وحقها العادل في التنمية البشرية المستدامة العادلة الشبكة دي اشتغلت بقوة على هذه الحملة وجاء الحادث اللي وقع في الدولة الفرنسية على طبق من ذهب لكي يبدأوا في تخدامه التزامن ده مش غريب الحقيقة يعني لما تعرفي حضرتك الموقف الفرنسي المتشدد الدائم تجاه الممارسات الأردوغانية لما نعرف الموقف الفرنسي المتشدد من متجاهرة أردوغان باللاجئين ومحاملة أردوغان الضغط بورقة اللاجئين على التحال الأوروبة لما تعرفي موقف الفرنسي من انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان في الداخل التركي وانتهاكاته لحرية الرأي واعتقاله للعديد من الحقوقيين واعتقاله للعديد من الصحفيين واعتقاله للعديد من الإعلامين وبالطبع فرنسا دولة حريات في المقام الأول وفرنسا دولة تحترم كل الأديان بالمناسبة والتصريح اللي صدر صدر بإطار إدانة التنظيم اللي بيدعمه أردوغان وبإدانة التطرف اللي بيدعمه أردوغان ومن هنا كان الوجع أكتر لأن هذه الإدانة تمثل صعنة أخيرة في هذه المنظومة لأن الدولة الفرنسية استشعرت أو أحست أن خطر هذا التطرف أبدأ يصل إلى مبارسات فعلية في داخل الأراضي الأوروبية فرنسا أكثر الدول التي تم استهدافها بحوادث إرهابية في القطرة الأخيرة وبالتالي الدولة الفرنسية لم تكن لتقف موقفها المتفرك من كل ما يحدث على الساحة من هنا كان رد الفعل الفرنسي اللي قابلته الإدارة الأردوغانية بنفس الحماقة المتوقعة وتبعتها حملة من الإعلام الموجه من قبل هذا التنظيم الإخواني الإرهابي في المقام الأول ومن قبل الدعم الأردوغاني الكبير الممول من الإمارة القطرية يعني الشديدة التنظيمية بهدف إحداث الوقيعة ورد الهجمة لأنه عايز يوخف هذه الهجمة اللي بتاديت أثارها تؤتي ثمارها على الإقتصاد التركي عايز يوكه الأنظار بعيدا عن هذه الهجمة الشعبية العربية اللي بقى لها أثار يمكن حضرتك في القمة المصرية اليونانية الكبروسية احنا استمعنا إلى كلمات الرئيس الوقتراء اليوناني والرئيس الكبروسي وهم بيتحدثوا عن الإشادة بيئة المقاطعات الشعبية بيئة الدول العربية اللي ابتدت أثارها تمتد لبلدانه وفي أرمينيا كمان إستاذ هذه الأثار تمتد برضو فبالتالي هناك إحساس بخطورة كبيرة على وضع الإقتصاد التركي ورغبة في استبدال العدوة عبر تأجيج المشاعر الدينية وبالطبع من المعروف أن الوجدان العاطفي والعاطفة الدينية أو أصيلة في نفوس الشعوب العربية يمكن أن تمثل حجر زاوية يمكن أن يبنوا عليه مزيد من التعاطف من أجل إبراء هذا النظام الأردوغاني من كثير من الشرورة التي مورثة طول الفترة يعني لو حابين نتكلم نقول أنت تتحدث عن تدمير صورة الإسلام أين أنت من تدمير الشعوب العربية المسلمة في سوريا والعراق واليمن وليبيا أين أنت من أؤلاء الذين شردوا على مدار السنوات الكثيرة الماضية بفعل تدخلاتك وإرسالك للميليشيات بهدف تفجير الأوضاع في داخل هذه الشعوب أين أنت من استخدامك للشعب السوري وتجنيدك لميليشيات من الشعب السوري تستخدمهم وتنقلهم إلى مناطق الصراع سواء في الداخل الليبي أو حتى في الصراع بين الأرمينيا الذي يشتعل في الفترة الأخيرة إذن حضرتك إحنا بنتكلم عن نظام أردوغاني يوظف المشاعر الدينية يحاول أن يستغل الشعوب التي تمت سيطرة عليها ويجنيدها لتحصيف أهدافه وده عمر بقى تواضح تماما هنا بقى المرهنة على وعي الشعوب العربية أستاذ أحمد المرهنة على وعي الصعوب العربية والمرهنة على دور الإعلام وكثير من الإعلاميين المصريين بيعملوه في هذه اللحظة الحاسمة وفقا للستراتيجية واضحة يتم التعامل بها أن نحن نوضح هذه الأمور لا نترك هذه الأمور تمر مرور اقترام معانا على مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الثانية أنا بأؤكد أن معانا ظهير وطني شعبي مصري بات أكثر وعيا وأكثر حكمة في التعامل معاملت هذه الملفات ومدعوم بالأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات واللي اكتبوا بنار طبعا الإرهاب وبالتدخلات دي تردع سلا بالضبط بالضبط يا سيد سالوبنا يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن هذا الظهير الشعبي المصري اللي احنا بنتكلم عليه استطاع أن يخلق وعيا يعني أقوله وعيا للعقل الجمعي العربي استطاع أن يؤثر استطاع أن يغير كثير من المفاهيم كما غيرت الخيادة السياسية المصرية من اتجاهات السياسة العربية تجاه العديد من القضايا في المصطح والإقليم وبالتالي المشطين من المغردين المصريين والمتوينين على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة دائمة من المغردين المصريين والمشطين على مواقع الفيس بوك دول قادرين على إحداث هذه النقلة درهم لا يقل أهمية الحقيقة لأن ده النهاردة موقع مهم جدا أو موقع التواصل الاجتماعي بدأت موقع مهم جدا يتم من خلالها بس كل هذه الحرب الإعلامية وهنا برضو بنقول مثل هذه البرامج التنويرية مثل هذه البرامج التصفية اللي حضرتك قائمة عليها وكل زملاء الإعلاميين الحارسين على المطلحة القومية العربية والأحداث الوطنية المصرية ده دور مهم جدا في هذه اللحظة من أجل فتحة هذه الحقائق وفتحة هذه الممارسات وتبياني الحقائق للمواطن علشان يحكم ببصرته قبل أن يحكم ببصره اللي بيحاولوا أنهم يخطفوه بعيدا عن الحقائق طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية شكرا على وجود حديثك معانا يا فاني